بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ من شاء الله بالدرس الأربعون الخاص بتقنية ASP.NET MVC Technology في هذا الدرس سنناقش Display Name, Display Format, Scaffold Column Attributes أنا محمد إماد عرفه في هذا الدرس سنتعرف على Display و Display Name و أيضا سنتعرف على Display Format و وين تمكننا استخدامهم بالبداية سأقوم بإنشاء هذا التيبل وهو التيبي اللي سيكون اسمه employee سيحمل معلومات الموظف فخيرا نروح الآن مباشرة على Microsoft SQL Server Management Studio لحظة أنه الآن قمت بإنشاء تيبل اسمه TBL Employee بيحتوي على ID, Full Name, Gender Age, Higher Date, Email Address, Celery و Personal Web Site طبعا هذا التيبل قمت بإنشاء وقمت بإضافة التيبل زي ما نحن فعليا شايفين الآن لو رحت مباشرة اعملت Select Start from TBL Employee لحظة أنه قام بجلب هاي المعلومات عندي واللي مطابقة تماما قمت بإضافة الموظفات الموجودة داخل هاي السلايد اوكي الآن أنا بدي بكل بساطة أنه أقوم بإنشاء الهو Application بحيث أنه أقوم بعرض معلومات الموظف بالاعتماد على رقمه حتى نعمل هذا الأمر سأقوم الآن بإضافة الذهاب إلى Visual Studio لاحظة أنه الآن في عندي هو MTMVC Application وهذا طبعا الMTMVC Application ما يحتوي طبعا على أي كنترولر ولا على model ولا على views زي ما نحن شايفين بالبداية سأقوم بإنشاء عندي هنا موديل رح أعمل right click Add New Item وبعد هيك رح أختار عندي ومباشرة رح أختار عندي هنا اللي هو ADO.NET بعد هيك رح أجي أسمي Sample Data Model وطبعا رح يكون عندي هنا الامتداد اللي هو عبارة عن EDMX بعد هيك رح نعمل Add رح نختار عندي بعد هيك رح أقوم بإنشاء الاتصال لعمل الاتصال مع قاعدة البيانات لحظة لحظة SQL Server هي موجودة عندي على نفس الماشين اللي ببني فيه الApplication فبالتالي رح أقوم الآن بوضع الهوى . من أجل أني أجيب اسم الجهاز بعد هيك رح أقوم بعمل الاتصال مع Data Beasel اسمها Sample رح أعمل Test Connection لحظة لقام بعمل الهو اتصال زي ما نحن فعليا شايفين بعد هيك رح نضغط على OK وبعد هيك رح أقوم عندي هنا بتسمية هذا الConnection بخي نحكي Sample DB Context زي ما نحن شايفين بعد هيك مباشرة رح أقوم بعمل Next و رح أختار Entity Framework 6.x وبعد هيك رح نعمل Next الان رح أختار التابل اللي قمت بإنشاؤه اللي هو عبارة عن TPL employee وبعد هيك مباشرة رح أقوم بتسمية الموديل name space إلى models نعمل finish الان رح أقوم الان ببناء entity و فالينا رح يكون عندي one entity اللي هي عبارة عن TPL employee الآن رح نقام ببناء هذه الانتتي اللي هي عبارة عن TPL employee تسميتها إلى TPL employee زي ما نحن فعليا شايفين بعد هيك رح نضغط على اللي هو safe رح يأخذ القليل من الوقت وبعد هيك مباشرة رح أقوم بعمل اللي هو build solution حتى يعكس اللي هو التغييرات على الـ auto generated code اللي قام بتوليده right click اللي هو build solution build started الآن بعد هيك رح أطيني build succeeded زي ما احنا فعليا شايفين اوكي الآن احنا قمنا ببناء اللي هو الموديل اوكي بعد هيك مباشرة رح أقوم بالذهاب إلى الـ controllers رح نعمل اللي هو right click add اللي هو controller طبعا رح يكون دي هون اللي هو mt controller اوكي رح نعمل الآن add وطبعا رح سسمي دي هون اللي هو home controller رح نضغط على add لان هذا الhome controller بكل بساطة رح يقوم فعليا بجلب البيانات من الموديل فبالتالي ال name space اللي خاص به هذا الموديل هو عبارة عن اسم الـ project اللي هو http helpers اللي هو dot اللي هو models طبعا زي ما احنا قمنا بتسميته بداخل entity framework بعد هيك مباشرة رح اقوم باعادة تسميت هاي الـ index action method إلى details زي ما احنا فعليا شايفين وطبعا رح تاخد براميتر من نوع integer id بكل بساطة انا رح امرر له عمليا رقم الموظف ورح يقوم بعرض هاي المعلومات اللي خاصة بهذا الموظف اللي بيحمل الرقم اللي رح يكون مخزن ضمن الـ id parameter بعد هيك مباشرة رح اقوم بانشاء اللي هو object من الـ class اللي اسمه sample db context رح اسميه db equal new sample db context بعد هيك مباشرة رح اقوم بجلب اللي هو معلومات الموظف فبالتالي رح نحكي employees dot single فبالتالي رح اقوم بجلبها عن طريق استخدامنا لـ lambda expression وطبعا رح اقوم الان بجلب الموظف بالاعتماد على الـ id فبالتالي اذا كان الـ x اللي هو عبارة عن x.id بساوي اللي هو id هذا الـ parameter تمام اللي رح يحمل اللي هو رقم الموظف فبالتالي يقوم بإرجاعه وطبعا الموظف اللي رح يكون عندي هون او خلينا نحكي الـ object اللي رح يرجع رح يكون هو فعليا من نوع employee فبالتالي رح اقوم بمتغير من نوع اللي هو employee اوكي 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 بعد هيك رح امرر هذا الـ employee object الى اللي هو view بعد هيك رح اقوم بإنشاء عندي هون اللي هو view رح نعمل add view وهي view رح تكون details ورح تكون طبيعة هاي اللي هي عبارة عن details رح تأخذ الموديل من الـ employee وبعد هيك رح تأخذ الـ connection من sample db context بعد هيك رح اقوم بالنقر على add اوكي لاحظ نقام فعليا بإنشاء اللي هو auto generated لهاي details view الان لو باتي مباشرة بعمل اللي هو control و خلينا نحكي shift و b او مباشرة بعمل build the solution حاط اضمن انه اخذ جميع التعديلات اللي انا عملتها build started build succeeded الان لو بعمل control و f5 رح يعمل learning the application لو بمرر له عندي هنا الموظف اللي رقمه واحد فبالتالي رح يقوم بعرض معلوماته اوكي اوكي لاحظ نقام عندي هنا بعرض اللي هو اسمه ال gender ال age ال higher date وال email address وال salary وال personal website اوكي الان بدي اعمل مجموعة من التعديلات الان مثلا بدي اياه بدل ما يعرض لي اللي هو full name كلمة واحدة بدي اعرض لي ان يكون بينها space بين full وبين name بحيث ان يكون شكلها على النحو التالي حتى تعمل هذا الامر لابد من انك تقوم باضافة اللي هو customized class تمام على اللي هو الموديل الان لو رحت انت مباشرة على ال visual studio وبالتحديد رحت على الموديل اعمل try to click open containing folder لاحظ انه في عندي هنا اللي هو employee cs اللي هو class اوكي الان لو رحت مباشرة قمت بفتحه ولحت لاحظ انه ال auto generated code تمام عن طريق ال entity framework قام بانشاء هذا ال class اللي هو عبارة عن employee class وهو partial class الان انت لو عدلت على هذا ال class فبالتالي هو امر غير محبب لانه اذا مرة تانية بترجع تعمل auto generate لهذا ال entity framework رح تخسر عمليا التعديلات اللي انت عملتها فبالتالي اذا بدي التعديلات اللي انا بدي اعمالها بديها تكون بشكل دائم فبالتالي يابد انك تقوم بانشاء اللي هو custom class حتى تنشئ custom class رح اروح مباشرة عندي هنا على المدد نعمل write click add class وخيني جي نسمي الاسم اللي انت بالدكية خيني نسمي مثلا custom employee على سبيل المثال رح نعمل هو اد اوكي بعد هيك مباشرة رح يكون عندي هذا ال custom employee هو عبارة عن partial class ورح اقوم ايضا عندي هنا بانشاء another class وهذا ال class اللي رح اقوم بانشاءه رح يكون فعليا بيحمل اللي هو الميتا data فبالتالي بإمكانك انك تسمي الاسم الانت بالدكية خيني نقوم بانشاءه public class رح اسمي عندي هنا employee meta data وطبعا هذا ال class ذلك اللي هو الاسم رابط باليصف الخاصة في الاجتماعي والدكات الام والنام والهايار date الآن الاجتماعي هذا الاجتماعي ماني هنا الآن بربط هذا الاجتماعي مع هذا الكلاس لابد انه يتم رابطها عن طريق اللي هي attribute اللي هي عبارة عن meta data type وهي attribute هي بكل بساطة موجودة ضمن اللي هو name space اللي هو عبارة عن system.component model.data annotations بعد هيك رحقون باستخدام هاي attribute اللي هي اسمها عندي هون اللي هو meta data type اوكي بعد هيك مباشرة التايب انا راح اتعامل معا هو فعليا employee meta data اوكي انا تم رابط هذا الكلاس مع هذا الميتا ديتا انا بعد هيك مباشرة امكانك انك تعمل التعديل اللي بدك اياه انا بدي اقوم بعرض ال full name بحيث ان يكون كل واحدة لها خيني لحكي بينها space بمعنى انه راح اقوم باخذ اللي هو ال full name راح نعمل منها copy زي ما احنا شايفين ومباشرة راح اعمل عندي هون اللي هو paste لان حتى تتحكم بشكلها هون لابد انك تستخدم انادر عندي attribute هاي ال attribute اسمها display attribute اوكي فبالتالي هاي اول attribute راح نستخدمها اسمها display attribute لحط لحط انه لها property اسمها name فبالتالي راح اروح عندي هون مباشرة راح نستخدم عندي هون اللي هو display تمام attribute زي ما احنا فعليا شايفين طبعا عندي هون display attribute راح نمرر لها عندي هون اللي هو name equal اللي هو full name وبعد ذلك مباشرة راح اقوم بعمل save وخيني نرجع نعمل build the solution build started build succeeded الآن لو برجع مرة تانية عندي هون وبضغط على ctrl و f5 الآن لابد انه يعمل space ما بين full وما بين اللي هو name الآن لحط لحظ انه عماله بعمل rendering الآن لحط لحظ انه مباشرة اعمل space ما بين full وما بين اللي هو name الآن لحط لحظ انه ايضا بدي اعمال مثلا another changes ام على هاي اللي هي view مثلا بدي طبع لحظ انه احنا استخدمنا بالبداية display attribute طبعا بإمكانك انك الاتريبوت هي optional زي ما تعلمنا باساسية c-sharp فبالتالي بإمكانك انك تكتب فقط اللي هو display وطبع راح اعطيك النفس اللي هو الاداء او بإمكانك انك تستخدم another attribute اللي هي عبار عن display name فبالتالي الان لو ارجعت هون واستخدمت بدل display display فبالتالي هذا امر جائز او بإمكانك انك تستخدم اللي هو display name وطبعا display name هي موجودة ضمن اللي هو name space اللي هو system.component model فبالتالي لو اجيت اخدتها copy ومباشرة اعملت انك هنا paste لحط لاحظ انه ما في داعي اصبح الان لا اللي هو name طبعا الان لو بعمل build راح يعطيني نفس الاداء build started الآن لو برجع مرة تانية عندي هون اضغط على ctrl و f5 ما راح يتغير معاي اي شيء طبعا لاحط لاحظ انه راح يطيني نفس الاداء اللي هو full name اوكي الان لو بدي اتحكم بي اللي هو date عندي هون higher date بدي مثلا اقوم بعرض فقط date حتى تعمل هذا الامر لابد انك تستخدم عندي another attribute اسمها display format فبالتالي نروح مباشرة على visual studio الان انا بدي اعدل مباشرة على higher date فبالتالي راح انسخ عندي هون الhigher date اوكي الان لاحظ انه عندي هون هذا الhigher date راح نعملها عندي هون copy مباشرة راح اعمل عندي الان paste طبعا عندي هون الhigher date هي من نوع date time فبالتالي التايب اللي انا باتعامل معه وفعليا date time فبالتالي راح نعمل الان copy paste طبعا هون في عندي space اوكي اذا هذا هو التايب اللي اتعامل معه انا حتى تتحكم فيه وتظهر لي فقط عندي اللي هو date بدون التايم لابد انك تستخدم عندي هون another attribute اسمها display format فبتلك نستخدمها وطبعا ضمن display format انا راح استخدم عندي هون اللي هو data format string وطبعا راح استخدم عندي هون بده اقوم باذهار فقط اللي هو date فبالتالي راح اقوم بكتابة اللي هو id اوكي بعد هيك خاني نرجع نعمل space وايضا عندي هون خاني نرجع الآن نعمل build the solution build started build succeeded انا بروح مرة ثانية عندي هون على web browser بلغط على ctrl و f5 لاحظت انه راح يقوم الآن بعرض فقط date بدون اللي هو time لاحظت انه بعمل rendering لل page لاحظت انه قام بعرض اللي هو date اوكي اذا هاي هي من الامور ايضا اللي ممكن احنا نستخدم فيها هاي ال attributes ايضا ممكنك انك عمليا لاحظت انه عندي غرض من ال age في عندي age لو رحت مباشرة عن SQL Server لاحظت انه اول employee له فعليا gender اللي هو عبارة عن male لو رحت على ال employee الثانية لاحظ انه فعليا ما له gender وعمليا له age اوكي لو رحت عندي هون ضمن ال web browser و رحت على ال employee الثانية و ضغطت لاحظ انه عندي هون ال gender قام فعليا بتركها زي ما احنا فعين بدون اي value فبالتالي هي 0 بامكانك انك تظهر له label هون مثلا انه gender not specified فبالتالي خانقوم بعملها حتى تعمل هذا الامر لا بد انك تستخدم display format اوكي attribute فبالتالي رح نستخدم هاي ال attribute اللي هي عبارة عن display format اوكي انا اردي قمت بيك عمليا كتبتها بداخل دي هون display format اوكي انا قمنا استخدم display format في ملاحظة انه بامكانك انك تتحكم ايضا بشكل عندي اللي هو التاريخ فمثلا ممكنك عندي هون تقوم بعرض الاشي اللي انت بدك اياه مثلا هنا كانك انك اعرض ال day على هذا الشكل مثلا بدي اعرض ال month مثلا بدي اعرض عندي هون اللي هو اليير على سبيل المثال فهنا day month year انا ورجيت مرة ثانية عملت عندك هون build started build succeeded الان لو نرجع مرة ثانية على web browser ونضغط على ctrl و f5 لحط لحط انه راح يتم تغييرها الى day month year وطبعا راح تكون اتنين خمسة الفين وتسعة زي ما احنا فعلينا شايفين اوكي فبالتالي امكانك انك تتحكم فيها بالفورمات اللي انت بدك ياه طبعا اذا كان عندي هون طبعا امكانك انك تضيف ال time ال time هون ال h من hour وال m من minute وال s من اللي هو ال second طبعا اذا كانت capital فبالتالي حقوم بعرضها بنظام ال 24 ساعة اذا كانت السمون فبالتالي حقوم بعرضها على نظام ال 12 ساعة اوكي الان اذا كان عندي اللي هو زي ما احنا ذكرنا قبل قليل انه الجندر هو empty زي ما احنا فعليا شايفين اندي هون فبالتالي بدأ قوم بعرض مثلا default label حتى نعرض هذا الامر لابد ان نستخدم display format وخير نستخدمها اللي عمليا عندي هون اللي انا رح اقوم باستخدام عندي هون الجندر فبالتالي رح اروح على الجندر عندي هون نعمل منها copy ومباشرة رح اقوم عندي باضافتها عندي هون ومباشرة رح استخدم عندي اللي هو attribute اللي هي عبارة عن display format ومباشرة رح نستخدم اللي عندي هون اللي هو null display text ومباشرة رح اقوم بالتحديد اللي هو text اللي انا بدي يا اللي هو عبارة عن gender not مثلا specified على سبيل المثال اوكي بعد هيك مباشرة رح اقوم بعمل save ورح اعمل عندي هون build started لاحظ انه هون عمله بعمل build started build succeeded الان لو برجع مرة تانية على الوب براوزر وبضغط على ctrl و f5 لاحظ لاحظ انه ضمن الجندر رح يقوم باذهار اللي هو اللي هو gender not specified زي ما احنا فعليا شايفين اوكي اذا ها هي من النقاط المهمة جدا الان انا مثلا عندي هون عمالي بظهر اللي هو salary فبالتالي هاي من الامور او خلينا نحكي من المعلومات المهمة التي لابد انه ان رعيها ففي بعض مثلا الفيوز ما بدي اظهرها في بعض الفيوز بدي اظهرها فبالتالي كيف بيمكنك انك تقوم باخفاءها حتى تقفيها لابد انك تستخدم عندي هون another attribute اللي هي عبارة عن scaffold column اوكي فبالتالي خلينا نقوم الان باخفاء اللي هو salary الان حتى نقوم باخفاء salary بكل بساطة راح نروح الان عندي هون ونستخدم عندي هون اللي هو salary وال salary طبعا عندي هون عندي هون هو عبارة عن nullable فبالتالي التالي بتعامل معه هو عبارة عن integer وهو nullable وان حتى نقوم باخفاءها عندي هون راح نستخدم اللي هو scaffold عندي اللي هو column ومباشرة الان راح اقوم باخباره انه انا مثلا بديها اللي هو false اوكي فبالتالي راح نحكي الان عندي false مباشرة راح اعمال عندي هون اللي هو save راح نعمل build انا في عندي ملاحظة مهمة جدا انه انا لما تستخدم scaffold column فبالتالي هاي الاتريبيوت ما راح تشتغل معك by default الا اذا كنت انت فعليا مستخدم اللي هو html.display for model فبالتالي راح اروح اندي هون على visual studio وبالتحديد راح اروح الان على اللي هو الفيو ورح مباشرة اشيل كل عندي هاي الاتريبيوتس اللي انا محددها ومباشرة راح اقوم الان باستخدام اللي هو html ورح نحكي عندي هون اللي هو display for handy model راح نيجي الان نعمل save وخيني رجع الان نعمل build the solution build succeeded نضغط الان على ctrl و f5 ومباشرة الان راح امرر له على معلومات الموظف الثاني على سبيل المثال ولاحظ انه راح يقوم باذهار عمليا ال id لان انا فعليا ما قمت باخفاءه وايضا راح يقوم عندي باخفاء اللي هو salary لاحظ انه salary اصبح غير موجود لو بدك تخفي ال id بكل بساطة بامكانك انك تروح عندي هون وطبعا تحكي له انه بدي اقوم باخفاء اللي هو ال id اوكي راح اروح مرة تانية على custom employee وراح نروح اندي مباشرة هون ونستخدم scaffold column زي ما احنا شايفين نرجع الان مرة تانية نعمل build the solution و build succeeded نرجع مرة تانية عندي هون ctrl و f5 ونحط لاحظ انه راح يتم اخفاء اللي هو ال id الان احنا فريقا نستخدم display for model حتى بكل بساطة لانه هو بعمل iterations على ال properties خلينا نحكي الخاصة ب employee type object زي ما احنا فعليا شفنا لذلك هو اظهر ال id اوكي اذا هذا هو كل شيء بالنسبة لدرسنا اليوم بطلا انه كون درسنا اليوم واضح وسهل اخيرا تانكس فوري listening and have a great day